اشتركوا في القناة وقال مصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتوجهات المتوحدة نحو التنمية والامن والاستقرار في المنطقة وقال سموه نتطلع الى استقرار اكثر في المنطقة فقد عانت كثيرا من الصراعات التي اثرت على امنها وتجارتها الدولية وان الاوان لتعويض ما فات على صعيد التنمية والتوجه نحو المزيد من البناء والتطوير وكان صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاقضيبية صباح اليوم سعادت الدكتور ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة وخلال اللقاء اكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء بان المجال مفتوحا للمزيد من التعاون البحرني البريطاني في المجالين الاتصادي والتجاري ولن يعوقنا امر عن تقوية شراكتنا الاستراتيجية لما للبلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة ورغبة اكيدة فالارتقاء بتعاونها بالشكل الذي يقدم علاقتها المشتركة ونوه صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها اصلها التاريخي الممتد لسنوات طويلة وخاصة في مجال التعاون التجاري لافتا سموه الى الحرص على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين المملكتين واقامة مزيد من المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين لما في ذلك من اثر ايجابي على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات واكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء بان الفرصة متاحة في المملكة الاستثمارات الاجنبية ومنها الاستثمارات البريطانية فهي محل ترحيب ولها كغيرها كافة التسهيلات والتشريعات التي تضمن نجاحها من جهتها كدى وزير الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة ان التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين وما تحظى به من استقرار وما تمتلكه من برنامج اقتصادي متطور عزز من مقومات الجذب الاستثماري لديها وان ذلك سيتعزز مع الاكتشافات النفطية في المملكة موري بنى عن تقدير بلاده العميق لدعم الحكومة برئاسة صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتشجيع اقامة المشروعات المشتركة وتحفيز الشركات البريطانية على الاستثمار في البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة